مناسب جداً شو الموقف اللي صار قرر يأخذه مع دوار المسنين ذهبوا واشتروا الهدايا السرور كان داخل قلبهم لما رجعوا جهزوا كل أغراضهم وذهبوا هذا هو الموقف بنا نعكس بعد الموقف شو المشاعر اللي كان أهلينا بيحسوا فيه وشو المشاعر اللي إحنا حسنا فيه أو الأثر اللي علينا إحنا لما وصلنا بدأ الأب يضاحك ويمازح والأم تقدم الحلوة والولد أو الطفل كان مدهوش فقال يا لعظم والدي هنا بلش الأثر يظهر عليهم زرع فيه داخل احترام الكبير ورعايته شبه تأثير الوالدين عليه في هذا الأمر بالشيء الذي يزرعه بالنبتة التي يغرسها ويزرعها الوالدين حتى تثمر فيما بعد وكلما ألقيت النظر على والدي وجدتهما في غمر من السعادة والابتسام لا تفارق وجههما بدأ يحكي لي شو الشعور والدي وهم بيقوموا بهذا التصرف فكان يعني واضح عليهم الرضا بدون ما هم يحكوا أنهم راضين عن هذا الفعل وفي الخاتم حكالنا أنه على الآباء أن يغرسوا في أبنائهم بذور الخير والعطاء لما لها من أثر على سلوكهم وعقلياتهم ولنعمل معا على بث الخير في نفوسنا والتدرب عليه لما له من أجر عظيم يعني جاء كأنه زي نصيحة أنه لازم على الآباء دائما أنهم يكونوا معطاء لأبنائهم في كل سلوكيات الخير والإيجابية والأمور التي تزرع في داخلهم العطاء وأنه ربيهم على الحسن في هذه الدنيا حتى وإن كان في بعض السلوكيات سيئة يعني فليعمدوا على الابتعاد عنها والإشاحة بوجههم عنها وخصوصا الأمور الخيرة لأنه زي ما قلنا فيها إلى أجر عظيم مع التدرب عليها تصبح عادة ومن اعتاد على شيء لا يستطيع الانفصال عنه بسهولة فإذا اعتادوا على الخير كانوا أخيار في حياتهم